تخيل ان المواقع دي كلها تم انشاءها بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي بدون اي خبرة برمجية الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى يقدر يعملك مواقع كاملة سواء كان front end او back end بشكل كامل زي ما حدرككم شايفين وباي لغة وفي اي مجال انت محتاجه يعني لو حابب تنشئ المواقع بتاعك الخاص سواء كان متجر الكتروني او موقع عادي جدا تقدر تستخدم الطريقة اللي احنا هنتعرف عليها في الفيديو بتاع النهاردة عشان تقدر تعمل مواقع احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي وبشكل مجاني تقدر تنشئ تجارب متعددة لحد ما توصل للنتيجة اللي انت عاوزها خلانا اتعرف على الطريقة بالتفصيل وهو عن طريق موقع جديد اسمه stunning وهو اول موقع عربي لانشاء المواقع باستخدام الذكاء الاصطناعي خلانا اتعرف على الشرح بالتفصيل ولكن بعد الانترو السلام عليكم احمد ودي قناة مونستر لمعلومات لأقال مرة تتفرج على القناة بتاعتنا اتأكد انك عمل لايك واشتراك عشان تابع عندنا كل جديد وخلنا مباشرة انتقل للموقع وهو اسمه stunning.so هو موقع متخصص في انشاء المواقع باستخدام الذكاء الاصطناعي يقدر ينشأ لك التطبيق بتاعك بلغات مختلفة او ينشأ لك الموقع بتاعك سواء كان front end او back end يعني هو بيقول لك بينشئ full stock web apps وتقدر تعدل على الموقع بتاعك برضو باستخدام الذكاء الاصطناعي في البداية عشان تقدر تستخدم الموقع كل عليك هتضغط على get started عشان تسجل دخول تقدر تسجل باميلك بجوجل مباشرة او تعمل sign in بالحساب بتاعك فور تسجيل الدخول هتفتح لك الوجهة دي طبعا ده فيديو تعريف تقدر تشوفه ولكن مش هكون محتاج ليه بعد ما هنشوف الفيديو ده تقدر تستخدم الموقع باللغة العربية لو ضغطت على تبديل اللغة كده هتلاقي اللغة العربية بقيت ظهرة مباشرة تقدر استخدمه باللغة انجليزية على حسب ما انت حابب تقدر تشات معاه وتطلب منه الطلب بتاعك سواء كان باللغة العربية او باللغة انجليزية بعد كده عشان تبقى عارف الموقع بيعطيك خمسمائة تقدر استخدمهم بشكل مجاني بالكامل وهما كافيين لانشاء اكتر من تجربة وبيتجددوا وكمان هقولك في اخر الفيديو ازاي تحصل على النقاط اكتر وتستخدم الموقع بشكل مجاني طبعا لو حبيت تشترك هتضغط على اي اي كريدتس كده هيزهر لك هنا دي الخطة المجانية بتاعتك اللي هي الخمسمائة كريدت لو عايز بقى خطة البرو بتكون الاكسر شعبية بتبدأ من 25 دولار بيديك 5000 كريدت وخطة الفريق بتوصل لتقاتين دولار وبرضو بتديك 5000 كريدت لكن بيبقى فيه امكانية ان يبقى فيه عدد من المستخدمين بيستخدموا نفس عدد الكريدت وعشان نبدأ نجرب الموقع ممكن تعطيله برومت في انشاء موقع الكتروني عن حاجة معينة ممكن تبدأ معاه بوصفه بسيط جدا وهو يفهم انت محتاج ايه لكن اللي عايز تجيب له وصف بقيق للحاجة اللي انت محتاجها ممكن تجيبها كمان تقدر ترفع صورة مباشرة للحاجة اللي انت محتاجها او ترفع مقال او ملف document او ملف text عشان يكتب لك الاوامر البرمجية وينشئ لك المنصة بتاعتك اللي انت محتاجها سواء كنت محتاجها كfront end او back end او الاثنين مع بعض ما انا ما اكتبنا له البرمج كده انا اضغط على انشاء موقع ويب كامل ومباشرة هيبدأ في انشاء الموقع لو لاحظنا على اليمين هنا هتلاقيه بيضاء ينشئ الفعالات الاساسية لأي وبساعد هو تقريبا لسه دلوقتي يشتغل مباشرة في ال back end طبعا تقدر تشوفي المعاينة هنا مباشرة لكن هو لسه ما بدأش اصلا انه يعمل front end ولا يعمل اي حاجة هنا هتلاقي قاعدة البيانات بتاعتك كمان هنا الاعدادات لو انت حابب ترفع شعار او عايز تعمل اعدادات لسي انا تعرف على كل حاجة بالتفصيل لكن استنى لحد ما يخلص انشاء الموقع طبعا لو حابب تشوفي الكود نفسه ده هيكون في النسخة البرو وفي خلال تقريبا اقل من اربع دقايق او خمس دقايق انتهى من انشاء الموقع بالشكل والاحتراف اللي احنا شايفينه دلوقتي وبيقول لي احنا خلصنا في الاقصام المكتملة اللي هي كزا والوضع في التفاعلية هي كزا والامان والجودة وبيتديك بعض الاختراض بعد كده اللي انت مثلا عايز تضيف ايه لوحة ادارة للطلبات ولا معرض اعمال تفاعلي ولا انظام للتقييمات ولا عايز تبدأ باقي طبعا انت لو عندك اي فكرة تانية ممكن تضيفها له او تبعتها له مباشرة خلالنا نشوف النتيجة اللي ظهرت معنا اول لو ضغطنا هنا كده فتح في نافذة تانية هيفتح لنا الموقع كيانه موقع كامل وطبعا تقدر تاخده وتشاركه مع اصحابك وقدروا يشوفوه ولكن ده على الامتداد الخاص بهم عندنا هنا مثلا دي الواجهة الاساسية بتاعت الموقع طبعا كان ممكن يكون خلفية افضل من كامل ممكن نطلب منه نواية غيرها نبزع عني كاتب شوية مقدمة انت طبعا تقدر تغير الكلام ده والمشاريع المكتملة وسنوات الخبرة والرسالتي والجودة مطمونة والخدمات هنا وحط لها التسعير بتاعها ولو ضغطنا اطلب خدمة بنزل لتحت يقولك ضيفي البريد الكتروني والاسم ورقم الهاتف والوصف وكل حاجة والموقع من تحت الظاهر كامل وكل دي بيانات افتراضية طبعا يعني ده حطة الاميل بتاعهم والعنوان ورقم المويل وهنا الخدمات والرابط سريعة طبعا دي رابط السوشال ميديا كلها رابط افتراضية مش شغالة انت ممكن تطلب منه ومدلهلك عندنا هنا الاقسام طبعا تقدر تنتقل إليها هنا قسم المهارات ظاهر هنا بشكل كويس والشهادات والانجازات ومعرض الاعمال وكل حاجة تقريبا انت محتاجها ممكن تلاقيها موجودة عندنا هنا لو رحنا على قاعدة البيانات هتلاقي عندك هنا بقى كل حاجة خاصة بقاعدة البيانات بتاعتك تقدر تعدل عليها وتضيفها تقريبا ما فيش فيها اي بيانات خالص لو رحنا على قسم الاعدادات تقدر تضيف اسم للموقع وبعد كده وصف وبعد كده كلمات مفتاحية وتضغط على حفظ عشان يظهر في جوجل وتقدر ترفع الشعار اللي انت محتاجه لو حبيت تنزل الكود طبعا بيكون الكود في الخطة البرو فقط لو ضغطنا على كلمة مشاركة هنا تقدر تاخد الرابط ده وتشاركه مع اي حد ولكن هيفتح له نفس الوجهة اللي احنا شفناها دي مع بعض يعني هيتاح له ان هو يعادل لها في الحساب بتاعه تقدر تضغط على زر الناشر هنا لو ضغطنا عليه تقدر تضيف النطاق بتاعك او الدومين الخاص بيك وبعد كده تضغط على الناشر لو ضغطنا على ادافة النطاق هيقول لك هيحتاج الناشر اول هنقول له انشر الموقع عادي هنتظر لحظات لحد ما ينتهي من الناشر وهنا زهر لتهم الناشر اللي ضغطت عليها مرة تانية ده رابط بقى ممكن تشاركه مع اي حد هيفتح له الموقع مباشرة مش شرط يكون مسجل في الموقع ولا اي حاجة هيفتح له بالشكل ده طبعا تقدر تضيف البيانات بتاعتك ولكن ده على صبب دومين خاص بالمنصة اللي هي لانشاء المواقع ممكن تعدي البيانات دي وتعتبرها صفحة ابتدائية بليك تبدأ بيها الشكل بتاعك طبعا لو انت حبيت تضيف نطاق خاص بك النطاق اللي هو الدومين يا شباب اللي هو مثلا زي google.com او stunning.seo ده اسمه نطاق تقدر تضغط على اضافة نطاق هنا وتضيف الدومين معاك طبعا الدومين ده بتشارى بفلوس ممكن تكون شاريه من منصة او ضفنا دومين زي كده هنضغط على اضافة دومين هيعطيك السينيم والفاليو بتاعتها تقدر تروح تضيفهم في اعدادات الدومين عشان يطلق لك الويبسات اللي انت عملتها دي على الدومين ده الموقع برضو ممكن تستخدمه في انشاء مواقع لو انت عندك صورة لأي موقع يعني مثلا لو رحنا خدنا صورة لموقع خمسات نقدر نرفع له الصورة بالشكل ده بعد كده تكتب هنا البروميت اللي انت عايزه هننتظر اللحظات هيقول لي نفس الرسائل انه هيبدأ ينشئ والصفحات اللي بتحتوي على ايه والاقصام اللي موجودة فيها دي التجربة التانية في انشاء موقع مختلف بتصميم مختلف تماما وقدر برضو ينفزه ودي المعاينة بتاعت شكل الموبايل تقدروا تتجربها بالشكل ده عشان تشوف هو هيكون معروضه على الموبايل ازاي طبعا لو ضغطت هنا على اي حاجة هتلاقيه في اناميشن كده على كل الايكونات وكل حاجة وضيف برضو البيانات كلها اي بيانات انت ممكن تحتاجها تلاقيها موجودة طبعا احنا ممكن نحتاج بعد كده على ان هو يضيف لنا نظام لإدارة المحتوى فاحنا ناخد هو اصلا بكترة حالية اننا نعمل كده فانا هاخد قابل الكلام ده وقول له ايوة ضيف وهيبدأ مباشرة يعدل على المنص عشان يضيف لنا نظام لإدارة المحتوى اللي ظهر على الصفحة دي عشان نقدر نعدله بكل سلاسة طيب ازاي تحصل على النقاط اكتر عشان تستخدم الموقع بشكل مجاني بشكل اكبر كل اللي عليك هتضغط على الايقونة دي هتلاقي عندك هنا بيقول لك اكسب 200 نقطة عن طريق الإجابة على بعض الأسئلة لو ضغط على فورم هنا هيحاولك هنا بيقول لك ضيفي الإيميل بتاعك وبيقول لك بعدك انت سمعت عننا فين فممكن يوتيوب أو سوشال ميديا لحسب ما انت حابب وكلها أسئلة بالشكل ده هتكملها وهتاخد 200 نقطة لو ضغطت مرة تانية هتلاقي برضو بيقول لك احصل على 300 نقطة عن طريق ان ان انت تكلم 15 دقيقة تدي له فيدباك عن المنصة ايه اللي عجبك فيها او ايه اللي ما عجبكش هيسألك بعض الأسئلة في استخدامك مقابل 15 دقيقة دول هتاخد 300 نقطة تانية كده انت بقى معاك 500 نقطة والمنصة قصلا بتديك 500 نقطة كده انت بقى معاك 1000 نقطة تقدر استخدمهم في إنشاء موقعك او متجرك إلكتروني بشكل مجاني بدون ما تكون عندك اي خبرة اطلاقا في البرمجة رابط المنصة ناسبه لك في الوصف او اول تعليق مسبت تقدر تتالي إليها وتجربها بشكل مجاني بالكامل ولو حبيت تشترك زي ما انا قلت لك تقدر تشترك عن طريق الخطط الموجودة على الموقع على الحساب اللي هيتناسب معاك والموقع عامل عرض لأصحاب المشاريع ان انت تحصل على 100000 كريدت مقابل 499 دولار بس بدلا من 650 دولار وده عرض لمدة 3 ايام فقط وبكده تكون تعرفنا على كل حاجة عن منصة stunning.so وفي النهاية اتمنى اكونوا استفدت من الفيديو لو استفدت تخلش عليها بلايك واشتراك انا معكم احمد من قناة منصة للمعلومات والسلام وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منصة للمعلومات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته